عقد رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي اليوم سلسلة لقاءات عسكرية ودبلوماسية حيث التقى وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقتشي وأكد على أهمية استعادة بناء جيش وطني مهني يؤمن بمبادئ الثورة والجمهورية ويدافع عنها كهدف الرئيس من أهداف اليمن الاتحادي الجديد وأشدد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز الجباهات لتحقيق الانتصارات ودحر مشروع الحوثي الإيراني في المنطقة والانتصار لإرادة الشعب اليمنية وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية تواجد القادة العسكريين في ميادين البطولة والشرف لمشاركة حماة الوطن مواقفهم وتضحياتهم وانتصاراتهم وعلى الصعيد الدبلوماسي التقى رئيس الجمهورية السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر وأشد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لأمن اليمن ووحدته واستقراره ودعم العملية السياسية وإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 22-16 وتطرق رئيس الجمهورية إلى تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية والتلكؤ الميليشيا الحوثية الانقلابية وعدم رغبتها في تنفيذ اتفاقية السويد واعتداءاتها المتكررات على المدنيين ونهبها للمساعدات الإغاثية وإعاقة وصولها إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها وبيعها في الأسواق السوداء الأمر الذي يفاقم من معاناة أبناء الشعب اليمنية وأجدد رئيس الجمهورية حرص الحكومة الدائمة على السلام المرتكز على المرجعيات باعتباره مخرجاً وحيداً للبلاد من أزمة اليمن الراهنة التي تسببت بها ميليشيا الحوثية الانقلابية كما التقى رئيس الجمهورية سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ وبحث معه المستجدات على الساحة اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأثاقة عزيزهما وأعرب عن شكره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصينية وما تقدمه من مساعدات لليمن سيما خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن إثر عملية الانقلاب التي نفذتها ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وما تسببت به من أوضاع مأساوية وأشار رئيس الجمهورية إلى جهود الحكومة اليمنية من أدل الوصول إلى سلام دائم ومستدام وأعرب عن تطلعه في أن تسهم الصين في إعادة الإعمار في اليمن وفي ذات السياق استقبل رئيس الجمهورية سفير جمهورية تركيا لدى اليمن ليفاند إيلر بمناسبة انتهاء فترة عمله وثمن الجهود التي بذلها خلال فترة عمله كسفير لبلاده لدى اليمن وأكد على عمق العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين كما استقبل رئيس الجمهورية سفير جمهورية النمسا لدى اليمن بمناسبة انتهاء فترة عمله وأشاد بمستوى العلاقات بين اليمن والنمسا المبنية على التعاون المشترك وأشاد رئيس الجمهورية إلى أهمية ومكانة النمسا في إطار دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها حاضنة ومقر لعدد من البعثات الأممية